بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القائل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سعادة الرئيس الزملاء الكرام نواباً ووزراء أزي من خلالكم تحية إكبار وإجلال لفلسطين عامة وغزة العزة خاصة تحية لأبطالها المقاومين لرجالها ورسائها وأطفالها غزة التي أعطت العالم دروساً في الصبر والثبات والتضحية والفداء غزة بمقاومتها وعلى اختلاف مسمياتها وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس بقادتها ومجاهديها الذين أعادوا للأمة مجدها الغابر وأحيوا في نفوسنا روح الجهاد والفداء لأجل العقيدة والأوطان وتحية إعزاز للأردنيين جميعاً على امتداد هذا الوطن الكبير لمواقفهم المشرفة في دعم المقاومة في فلسطين وغزة وبكل الوسائل المادية والمعنوية شكر الله رباطكم وتقبل الله جهادكم وفي هذا المجال نقدر عالياً موقف الأردن المتقدم على غيره من الدول الجوار خاصة في آداء الواجب نحو فلسطين وغزة ولكننا نقدر والاعتبارات كثيرة أننا نملك في الأردن أن نقدم أكثر مما قدمنا وأن لدينا من الأدوات والوسائل ما نستطيع به الضغط على الصهائنة وحلفائهم لوقف شلال الدم الدافق وأوجه من خلال هذا المنبر هذه الرسالة لسيد البلاد يا سيدة بني هاشم يا صاحب الجلالة الهاشمية لقد حاصرت قريش جدك الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وبنوا عمومتك من بني هاشم في شعب أبي طالب ثلاث سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر وجلود البهائم فلم تقبل أحرار قريش والعرب بذلك فمزقوا صحيفة الحصار وفكوا الحصار عن محمد بن عبد الله ومن معه وهاهم يهود ومعهم منافق العرب يطبقون الحصار من جديد على أبناء عمومتك في غزة هاشم حتى أكلوا أوراق الشجر وجلود البهائم فمزق يا سيد البلاد والعباد كل الصحائف المعاهدات التي تساهم في إطباق الحصار على غزة مزق صحائف ومعاهدات يهود التي أكلها الغبار كما قال وزير خارجيتنا أيمن الصفدي وكما أكلت الأراضة صحائف قريش وفك الحصار عن أهلك وربعك في غزة العزة ولن تعجزك الحيلة ولن تعدم الوسيلة إن شاء الله هذا أملنا وأمل الأردنيين في رعاة الرسالة الهاشمية واللسان العربي منذ ما يزيد على أرفٍ وأربعمائة عام في مجال الموازنة صحيح أننا أمام موازنة لا ضريبة فيها أو لا زيادة ضريبية فيها لكنها لا تتضمن أي تحسين لأحوال الأردنيين المعيشية ولا تنعكس أرقامها على أرض الواقع موازنة تساهم في صنع الطبقية المجتمعية فتلغي الطبقة الوسطى وتوسع طبقة الفقراء وفي هذا نعيد ما سبق أن ذكرنا على هذا المنبر خلال السنوات الثلاثة الماضية أن الإصلاح الاقتصادي لا يتم بلا إصلاحٍ سياسيٍ حقيقي إصلاحٍ سياسيٍ يعزز الولاية العامة لأجهزة الدولة ويوسع دائرة المشاركة في صنع القرار وإدارة شؤون الدولة إصلاحٌ يعزز الحريات ويُعلي من شأن كرامة الإنسان الأردني إصلاحٌ يكون للأحزاب فيه مشاركة فاعلة في صناعة البرامج التي تعبِّر عن طموح الإردنيين وتعالج مشاكلهم وتواجه التحديات التي تقف في مسيرة الوطن هذه موازنة لن يلمس المواطن فيها تحسن الخدمات العامة وخاصةً في المجالات الصحية والتعليمية على وجه الخصوص ففي المجال الصحي لا زالت المستشفيات تفتقد لأهم الاختصاصات الطبية وطوابير الانتظار على أبواب العيادات ممتدةٌ وطويلة وأزمنة مواعيد العيادات وصور الأشعة مديدة ويكفي أن أذكر مثالًا على هذا أن مدينة الزرقاء على اتساعها وكثرة عددها فيها طبيبٌ واحد يعالج المليون ونصف المليون يداوم بين مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الملك فيصل طبيب قلب واحد في كل المحافظة وليس فيها إلى الآن طبيب أخصاء أعصاب على روت تساع رقعتها وازدياد عددها لذلك يلجأ الناس إلى النواب بحثًا عن الإعفاءات الطبية التي قيدتها الحكومة بعشر إعفاءات شهرية لكل نائب فأذلت بذلك رقابنا كنواب ورقاب قواعدنا الشعبية وأظهرتنا عمدًا بصورة العاجز الضعيف الذي لا حول له ولا قوة تمثل هذه يعني هناك ملحوظات الموضوع يعني التفصيل في هذه المواضيع لا يتسع إليه الوقت في ملحوظات تتعلق بوزارة التربية والتعليم وسندوق الطلبة الجامعيين على وجه الخصوص طالب الزملاء تحت هذه فوق هذا المنبر وتحت هذه القبة بأن تعيد الحكومة النظر في زيادة المعونة لهذا الصندوق حتى يستوعب جميع الفقراء وأنا أطالب باسم عشرات الطلاب والأهالي الذين وصلت رسائلهم إليكم جميعاً بل مئات أن يبقى أن تحول أو توجد حالة من أدوات المناقلة في الميزانية لهذا الصندوق حتى يتمكن من التغطية تغطية العدد الطلاب أو جميع الطلاب الفقراء الذين يتقدمون لهذا الصندوق إن سياسة الحكومة فيما يتعلق ببرنامجها الاستراتيجي الذي وضعته للتنمية الاقتصادية في نقاطه السبعة لم يرد له أي ذكر في هذه الموازنة فمثلاً استيعاب مليون شاب وشابة في سوق الآم عمل هذا الهدف تؤكد الأرقام بعد ثمانية عشر شهر من تطبيق هذه الاستراتيجية أن زيادة الفقر أو أن عدد العاطلين قد زاد من 237 ألف وثلاثمائة عمل في شهر تموز عشرين عشرين إلى حوالي 237 ألف وثلاثمائة ألف عاطل عن العمل بمعنى أن الاستراتيجية التي طبقت لم نجد لها ثمار في كل بنودها إذا استعرضناها بندًا بندًا وزيادة دخل الفرد الفعلي بالنسبة ثلاثة بالمئة في هذه الاستراتيجية فشلت الحكومة حتى هذه اللحظة في المحافظة على مستوى الدخل الفعلي لفرد بل انخفض من 4.300 دولار أمريكا سنوياً عام 2020 إلى 4.260 دولار سنوياً في عام 2023 وعليه تم تخفيض تصنيف الأردن من دولة مرتفعة متوسطة الدخل إلى دولة منخفضة متوسطة الدخل وهذا يعني زيادة الفقر وباعتبار حد الفقر في الأردن 186 دينار فإن معظم الأردنيين دخلوا فعلياً في دائرة الفقر أما الزرقاء فقد تحدثت عن مطالبها في هذه المناسبة منصة أربع مرات وتحدثت مع بعض الوزراء وزير البيئة تحدثت معه عدة مرات عن المستوى البيئي المتدني للمحافظة لكنه لم يغير ساكناً خلال الأربع سنوات ولم يرسل ولو لمرة واحدة فريقاً لتقصي مناطق حددتها له تؤذي الناس في صحتهم وفي أجسادهم وهناك قضايا تتعلق بلواء ظليل شكراً شكراً الله فيك